السلام عليكم خلتين انتم كتشوفوا معي اليوم الفيديو جديد دائما الجديد معاكم اتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم الفيديو ان شاء الله ديال الخويس ديال الفران ديال الفرنة ديال العروبية قوله الفران يقوله الفرنة العجينة هي ها دي عجنتها فهذا القصعة اللي هي غارقة وده برا خمرته غاد ينقرسها وده با غاد ينتوكل على الله اللهم صلى الله وسلم وباركو على سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه وسلم السليمة هاده السميدة هي هاده اللي كان قرسوا فيه انتم كتشوفوا حرشة ديال القمح كنا نلولبو العجينة ونحطوه على الطبلة ونقرسها وباش نخش داك الساعة نجيبو العواد ونشعلو العفية في الفران ونتبعو معايا ستلخر وغاد يعجبكم الفيديو ان شاء الله ودائما نجيبو يا الله داك داك لو لبتزك العجينة ليشتوها قدامي في هاد القصيعة بقى لي هاد القريصة عادي نكملها قدامكم طحين عني عادي طحين الزراع هو اللي كاي عجنو هنا في العربية عائلة عائلة هنا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا بنا تميما اخرج اخرج من فروج انكتبه الزريبة 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 نجمع العوادات من هنا مع العوادات من الغابة عيشات العودة كرش تزول تكتب هذه العودة تعتقد العودة تحضر العودة يجب الاستجاح ومع سبق اشتركوا في القناة كذلك نحن نحميها نضيف ملحات نضيف ملحات نضيف ملحات نضيف ملحات يجب ان احضر العددة فقد يحضر الأكتاب كم يحضر الكرام ويجب ان اخلط الفران والدخل يجب ان يصبر القصن ويجب ان يصبر القصن لا تصبرو بلدية الثمارة اختي المشاهدين والدخل يجب ان اخلط اخذت المرأة لنضع المرأة ونضع المرأة للقبض لنضع المرأة لتشق ونضع المرأة ونضع المرأة نغطيها بالميكا لن تطح لماذا تشعلت فيها العافية؟ انتم تشاهدون الملسناها بالطين هكا بدك تترب هوا كاي بس نزيدوا لها العواد حتى تسخنوا مزيان كما يقولوا الناس دلوالة قالك عطي لها النار دعطيك النوار هذا المطيرح اللي كان نطرحو به الخبيز العجينة دينا وايه هادي هدا الطرق هدا كيقولولو هنا الطرق اه كان نجيبوه ولي كان نشطبو به الفرنة كان نشطبو به هنا نشطبوه ونعاودو ونفزقو شوية هلما كيخلي الارض ديال الفرنة زويل كيلي كيدير شي زيف كيكل واحد وشنو كيديروه ولكن هنا احدا هم الغابة كيديروه الشي ديال الشجر وخصوص ديال هاد طرق هدا كيقولولو الدرق ولكن هنا في البلاد هم قولولو الدرق هاي ده بغا نحرك الفرنة وابيني وبينكم راني وليت عروبية دوريجين راني كد عجبني العروبية نجلس فين واكن ونتغبرو حواجي مغبرين اشي مشكل العروبية زوينا الغبرة دياله زوينا فيما بغيت تقلس 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 فيما بغيت هذا الحرك هذا كنقولو حركت الفرنة كنحركوا فيه الفرنة هاي كعلى جند من هنا ومن هنا اصطيد المحدانة باش متشعل فيه النار وهذا هو تبا غادي نمشي ونجيبو العجينة غادي نعاودو نجيبو العجينة ملاتي شويا سالي وبعده واخا هانا انا ندخل مشي نجيب العجينة ها هي الطبلة ديالي ديال لولة ديال العجينة هي هادي انا خرجتها من الدار الطبلة الخرعة وتاني غادي نجيبوها وتاني نوصل هادي ونجيبو الاخرى ها انتم انا حطها فالدكانة تشوفو معايا وعد نهبطها للفرن بعد ما مخمرت طبارك الله ودقدت ودكشيها احنا نهبطها للفرن باش باش نطرحوها دابا بعد ما جمعنا العجينة نحن نقصها من الفرن ونقصها من الفرن باش ما تحرقنا الخز ونقصها من الفرن كان نخرجه منه ولكني قلنا نعمره هنا ونشي نديرو عليها الغلالي كي نتبضوا بها ونديرو شي حاجة تسخن عليها كي نحطم عليها ونخليهم يسخنوا يجيو المغرب كوكوش يسخن دابا غادي نشطب الفرنة من بعد ما جمعت ذاك العفية للجنب ونقص منها وندبا نشطبها بهذاك شطبه ليشتو ذاك ضروء هاكا نبقى افتح بصور الهجينة اخري كما قلتا اخري اخري ونقص الهجينة اخري معكا نكبروهم اخري كدهز بصور الهجينة وعشرة نحضر الخبز ونحضر الخبز نحضر الخبز نحضر الخبز نحضرك نحضر الخبز نحضر الخبز واتبارك الله شو من ورق زالة. اتبارك الله ما شاء الله. ها انتم هادي قريسة ديال الصغيرة البنيتة ديالنا الصغيرة كاك بغت القريسة الصغيرة.